أزمات اقتصادية كبيرة تعصف باقتصادات العالم ورغم التذاعيات السلبية لتلك الأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي حرست الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة مع تحمل أقصى قدر من التكاليف الممكنة بدلاً عن المواطن في الوقت الذي لا يخفى فيه على أحد ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وفقاً لمبدأ العرض والطلب حتى تستطيع الدول استعاب الزيادات في أسعار مصادر الطاقة الدولة المصرية وكعادتها في احترام الشعب من خلال المكاشفة والمصارحة أوضحت في بيان لرئيس مجلس الوزراء أن الاقتصادات لم تتعافى بعد من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برينت بما يتجاوز المائة وعشرين دولار للبرميل ورغم ذلك فإن دولة لم تحرك سعر السلع منذ أكثر من ثلاثين شهراً مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري وللبعض الاجتماعي حتى حدث التحريك الأخير في أسعار البنزين والسولار بهدف تقليل الفجوة وتقليل الخسائر اليومية التي تتكبدها موازنة الدولة بحوالي واحد وعشرين مليون جنيه وذلك إلى جانب إرجاء أي زيادات في الكهرباء حتى نهاية العام الحالي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطن المصري بما يحمل الدولة نحو عشرة مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط بالتوازي مع ذلك لم تنسى الحكومة توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة إلى أربعة ملايين ومائة ألف أسرة بإجمالي سبعة عشر مليون مستفيد بموازنة وصلت إلى اثنين وعشرين مليار جنيه هذا العام مقارنةً بثلاث مليارات وسبعمائة ألف جنيه عام 2014 مع تخصيص تسعة عشر مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وخمسة وتسعين مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغدائية في قطاع الصحة أتاحت الدولة خلال العام المالي 2021-2022 مائةً وأربعةً وعشرين مليار جنيه لتوفير احتياجاته وكذلك ستة عشر مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها ثمانية وثلاثين في المائة فضلاً عن تعزيز الاهتمام بقطاع التعليم من خلال تخصيص مائةً واثنين وتسعين مليار واربعمائة مليون جنيه لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية وتخصيص سبعة مليار وسبعمائة مليون جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها مائةً وواحد وثلاثين في المائة جهود دولة تضمنت أيضاً تطبيق زيادة المرتبات أول إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022 بتكلفة ثمانية مليارات جنيه سنوياً مع تخصيص مائة وثمانين مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقصاط الشهرية المستحقة وتسعين مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر